كما عرفت أحياء ومدن ولاية البوليدة خلال 72 ساعة الأخيرة رميا عشوائيا ألف الاثنان من النفايات على حافة الطرقات في ظل غياب وعدم تحرك مسؤولين في الولاية مما خلق حالة تدمر لدى المواطنين بسبب الانتشار رهيب للروائح الكريهة والحشر أتعد العباس شكينا لهم قال لك ما حبوش يجو يدوه أنا نعاني والثيام وإحنا في هذه المأساة هذه الدخان ما فهمنا والو قال لك ما حبوش يريقلوه ما فهمناش في كل مكان كان نقطة عزبل ومكاش ما بغوش يديروا موقع لي باش يرفدوا هذا الزبل باش حنا يكونوا مقيين كما قال ربي في الكتاب تخزر على اليمين تسيب الزبل تخزر على اليسر تسيب الزبل بالح ماجا ورفدوه اليوم ماجا ورفدوه اليوم زحات الزبل روما تلاين في كل مكان هاو في ثلثية موهلايا في منطقة البليدة كامل بلدية البليدة والأولاد يعيش هاو في ثلثية مرفدوش الزبل هذا هراهي البلاساقع ها هي وين الدوتة قزبل حتى الناس مقاشوا يترمز بالهذا يا هشاكم وما رفناش المشكل والله ترجمة نانسي قنقر